احنا متفقين انه الاشعاعات مواسم يعني خلاص احنا متفقين عارفين مثلا فيه اشعاعات موسم المدارس في بدايته اشعاعات موسم مثلا بتاعت الامتحانات اشعاعات الموسم بتاع لازم يناير من كل سنة وهكذا يعني طيب شهر ستة ده بقى ايه موسم اشعاعات الاشعاعات طبعا وبعدين لازم تبقى الاشعاعات كلها بقى ايه اشعاعات من اللي هي ايه تروشك تقلقك تخليك تقعد تلف حواليه نفسك شائعة زور وكذب وبهتان في المطلق اللي طلع النهاردة اول يومين دول امبرح والنهاردة قالك ايه بقى قالك يا جماعة خلاص كده الحكومة الدولة مش هتدي التعويضات لأهلين اللي في سينة وخلاص كده كل سنة وهم طيبين ومش هينبهم الحب جانب زي ما بدأ كذب في المطلق يعني كذب في المطلق بطبيعة الحال مركز الإعلامي عمل دوره وبدأ ياتكلم مع الجهات المعنية طيب عملين ايه اللي حصل فيش ايه كلام من ده خالص التعويضات مستمرة زي ما هي في عندك اشكال التعويضات المختلفة واحدة بديلة قطعة ارض بديلة مبلغ غمالي طيب وايه كمان لا دوة كمان نتعامل زي اعادة تقييم فيزود لك حوالي عشرين في المية عن قيمة التعويضات عندك البدائل بقى بص بقى اللي قدر يحصل عليها المواطن التعويضات مجموعة من البدائل من بينها ان المواطن يحصل على التعويض المادي العادل عن سعر الارض والمبنى ادي واحد الحصول على وحدة سكنية بديلة بتوفرها المحافظة او اذا كانت قطعة ارض في منطقة الريسة او في اي منطقة جوه مدينة العريش حلوة كده طيب هل بدأت صرف التعويضات؟ ايوة بدأت صرف التعويضات بالفعل ده حتة طيب والعشرين في المية اللي تم بقى هنا لما تم دراسة الموضوع اكتر لا يتصرف كمان هذه القيمة المنفصلة او الزيادة وتبقى منفصلة عن القيمة المقدرة للمبنى اللي تم اخلاقه بداية من شهر مايو عشرين تلاتة وعشرين اذا تعوضات مستمرة بتعمل عدد تقييم في بعض الحتة اللي متعلقة بمينة بأسف بترسعات مينة العريش وتم زيادة التعويض بالنسبة عشرين في المية والمسألة مشية زي ما يقولك كده سموثلي بمنتهى النعومة والسلاسة هل الحكومة ومصر وقفة عند هذا الحد؟ لا موسيقى